عمليات اغتيال متعددة خلال أسبوع استهدف الضباطاً في أجهزة أمنية مختلفة وامرأة ما فتح حالات من الرعب والخوف في عدن نتيجة عودة الانفلات الأمني إليها السبت الماضي أطلق مسلح مجهول النار على الجندي في خفر السواحل مصطفى منصور ثم عاد أدراجه مشياً على أقدام وهو ما أثار الصدمة لدى المواطنين كون الجريمة تمت عند سوق شعبي وبالقرب من نقطة أمنية أتت هذه الحادثة بعد ساعات من اغتيال مسلحين العقيد محمد ردفاني الضابط في قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً أمام منزله بحي المنصورة وفق المصادر فإن الردفاني توفى قبل وصوله إلى المسشفى كانت عدن قد شهدت قبل يومين عمليتي اغتيال استهدفت مديري البحث الجنائي في مديريتي العريش والمنصورة في الوقت الذي نجى فيه عميد في وزارة الدفاع من عملية اغتيال مماثلة الخميس الماضي بينما تم اغتيال أحد جنود ألوية العمالقة في الشيخ عثمان بداية ديسمبر الجاري لم تتضح بعد الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيالات إلا أن البعض يشير إلى أن حالات الانفلات الأمني المتفشية في عدن وسعت من قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ عملياتها وتات هذه الحوادث رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الرياض فالمدينة لا تزال عملياً تحت سيطرة المجلس الانتقالي التابع للإمارات والحكومة المتواجد جزء منها في عدن لا تمتلك بعد القدرة على حماية نفسها فضلاً عن حماية مواطنيها وهو ما يضع عدن تحت رحمة الانفلات الأمني المنفلت والموجه ترجمة نانسي قنقر